أطلقت شركة بالو ألتو ناتوركس العاملة في تطوير الجيل القادم من الحلول الأمنية أطلقت مبادرة عالمية جديدة توفر عبرها بيئة افتراضية لمحاكاة الهجمات الإلكترونية والتدريب على صدها ما يعزز المستويات الأمنية في المؤسسات المبادرة الجديدة أطلق عليها اسم سايبر رينج التي ستعمل من خلالها على تعزيز القدرات الأمنية المستدامة لعملائها كما ستسعى إلى تطوير وتعزيز مستوى المهارات الفعالة القادرة على التصدي للتحديات التي تواجه الأمن الإلكتروني وذكرت أن خبراء الأمن يتعاملون حاليا مع بيئة إلكترونية معقدة مشيرة إلى أن انقفاض كلفة القدرات الحاسوبية المتفوقة يساعد مجرمي الإنترنت في الوصول إلى الموارد بوتيرة أسرع كما أنهم لا يعتمدون على ناقل واحد فقط لتنفيذ هجماتهم على المؤسسات المستهدفة ترجمة نانسي قنقر